جهاز الفني مستر فريرا اللي منح تعليمات خاصة لفتوح فتوح بيظهر على فترات في اللقاء ولكن فريرا قال له محتاج منك توازن محتاج منك تديني قوة هجومية وصلابة دفاعية شفنا الهدف اللي فات وقلنا كان فيه بعض التأخير من فتوح ولكن أكيد فتوح من اللعيبة الكبيرة لما بيزيد بيعمل أهداف زي اللي احنا شايفينها دي أهداف جميلة جدا مردنية فتوح من اللعيبة اللي تقدر تعملك زيادة هجومية قوية جدا دفاعيا شفناه جربناه من اللعيبة العالية فنيا جدا في الدفاع بيغطي عكسيا كويس جدا لكن صراحة آخر لقاء فتوح هجوميا مش قوي دفاعيا مش قوي لقاء امبي في هدف تغطية عكسية دخل جوه القلب الملعب جدا فتح ظهره كمان اللقاء اللي فات ما كانش مغطي بشكل أفضل حاجة ولكن فتوح ان شاء الله يرجع سريعا ويكون جاهز داخل الملعب ويرد بشكل قوي في العجمات المرتدة مع نادي الزمالك ونلعب كويس على الشكل ده وكمان يقفل بشكل جيد دفاعيا ان شاء الله فتوح يكون جاهز بشكل كبير النهاردة لسا مكملين مع اخبار نادي الزمالك ومع الجهاز الفني اللي خلال الساعات الاخيرة كان بيعمل مفضلة بين اسلام جابر ورؤى طبعا مفضلة عشان مين هيكون موجود في خط النص علشان يعوض غياب طارق حمد مفضلة صعبة جدا وطبعا طارق حمد من اللعيبة الكبيرة يعني مش مسهل يتعوض مكانه لكن ممكن عوض مكانه يا جماعة مش شرط بلاعب انا ما ينفعش اقول مين هيكون زي طارق حمد ممكن اطوع الخطة بتاعتي علشان العب بلاعب تاني ما هو الزمالك مش يوقف على لعب ما احترامر كل اللاعبين لو لعب لقدر الله تصاب زي ما موجود في طارق حمد لعب واخد اقاف ازاي اقدر اطوع الخطة بتاعتي علشان اقدر العب بشكل جيد طبيعي مفيش حد موجود دستروير زي طارق حمد مفيش حد ستة زي طارق حمد مش بس في الزمالك في كل الاندال في الدور المصري فازاي اقدر اغير شكل الخطة النص بتاعي بحيث اضغب من قدام اضغب بشكل مختلف ازاي قطع الكورة بشكل جيد طارق حمد على فكرة الفترة الاخيرة مش بس بيقطع الكورة طارق حمد بينزل يستلم الدفاع رجعوا كل اللقاءات الزمالك اللي فاتت طارق حمد بينزل يستلم وبيطلع الكورة وبيبني هجمات لونج بول بشكل جيد جدا فطارق حمد بين اللعيبة المهمة جدا في الملعب ازاي اقدر اعوض الغياب ده ده لازم يكون بحل داخل الملعب انا مش مستني وبقولها لحضراتكم مش مستني ولا اسلام جابر ولا رؤى يلعب مكان طارق حمد زي طارق حمد انا كده بحرج اللعيبة انا كده باجع اللعيبة لا انا مستني العكس بقا انا مستني من فريرة يديني حلول لتعويض غياب طارق حمد هو ده انا مستني انا مش مستني اقوله هاك لحد ما كان فلان ده غلط واللي اقول كده اقوله ده غلط محدش بيعوض غياب حد ولكن المدرب يقدر يعدل الخطة بتاعته قبل مباراة اسوان مهمة جدا نتعرف على مجموعة من الارقام الخاصة بفريقنا قبل المواجهة مرتقبة في نصف نهائي الكاس وانا استعرف مع حضراتكم ارقام الزي مالك في الدوري قبل مواجهة اسوان في الكاس طبعا مدير الفلنين الزي مالك هو فريرة مسابقة الدوري المركز الاول موجودين طبعا زي ما احنا عارفين برصيد واحد واربعين نقطة عدد المباريات تسعتاشر مباراة لعبهم الزي مالك حتى الان في بطولة الدوري الفوز في تلاتاشر لقاء تعادل في لقائين خسارة اربع لقاءات تخيلين يا جماعة الرقم ده صعب جدا نهيل الزي مالك في تسعتاشر جولة فقط الهداف المسجلة تنين وتلاتين هدف انا شايف ده هدف قليل لازم نركز تهدفيا ونفس الكلام الهداف المستقبلة في شباكنا تسعتاشر هدف وده كتير الزي مالك مفروض ما يكونش داخل فيه اهداف كتير في الجولة تسعتاشر انا طريبا كل لقاء داخل فينا هدف لو حسبناه كده يعني والاهداف المسجلة برضو والقيلة لازم نسجل اكتر من كده الزي مالك ما ينفعش يكون في تسعتاشر جولة خسران اربع لقاءات ومتعادل لقائين يعني ارقام بالنسبة لي محزنة جدا 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 ولكن دايما فيه امل ودايما الكورة بتديك امل وزي ما قال معانا كابتن خواجه زي ما هتدي الكورة هي هتديك كمان ولسه الفرصة موجودة في الكاس وفي الدوري لازم نرجع نراجع لك للداخل الملعب نلعب لعبنا لازم كل العيب يصق في نفسه ولازم كل العيب يبعد اي ضغوط عنه ما تحطش في دناغك ان الجماهير متضايقة منك لا الجماهير متضايقة علشان انت مش مقدي الجماهير غطبانة علشان انت مش في حالتك نبعد تماما فكرة اصل الموسم ده قرب يخلص واحنا مزنوئين اصل فين جالوا ايه نبعد بقى كلام الصفقات نبعد يا جماعة زي ما بقول في بعض الناس بتحاول تشوش على الجماهير وتحاول تودي الجماهير لحتة يا جماعة اصل الزمالك لازم يهد كل الفرقة عاز اقول الكلام ده للعيبة كل ما هو بيتداول على السوشيال ميديا ان فلان ناشي وفلان لازم يمشي وفلان مكمل وفلان هو الاساس ده كله كلام غلط تماما انت موجود في كيان كبير اسمه نادي الزمالك انت موجود في مكان يليق بيك حافظ على مكانك حارب على مكانك اثبت لنفسك قبل اي حد ان انت هتستحق تكون موجود في المكان ده انت موجود في مكانك